السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام تحية طيبة لكم جميعا لما كنتم ومع برنامج ما ذنأكل ومع حلقة جديدة حول البقوليات في هذه الحلقة نتكلم عن الفاصولية الفاصولية هي الأكثر استهلاك في العالم من هذه المجموعة هي أكثر استهلاك من العدس ومن الصوية والفاصولية تصنف مع البقوليات مع هذه المجموعة لأن لديها خصائص مشتركة مع هذه المجموعة فهي تنتمي لعائلة فابس عائلة الفول والفاصولية تشترك مع البقوليات في حمد الفوليك يعني مصدر الحمد الفوليك فهي نسبة عالية من حمد الفوليك وكذلك الألياف الذائبة بالنشاء ونسبة بروتيل المرتفع ومعدة الموليفدينوم هذه العناصر الأربعة كذلك البيريدوكسين وتقريبا جل البقوليات يعني هذه تحتوي على غيطامينباء 6 على البيريدوكسين وكذلك الأملاح المعلمية مثل مونغانيس والمانيزيوم كالسيوم فوسف والحديد إلى آخرين هذه كلها ملاحة يعني مشتركة بين البقوليات فالفاصولية لوحدها قد تسد 75% من حاجة الجسم من حمد الفوليك هو شيء مهم جدا أن حمد الفوليك يوجد في البقوليات وفي الخضار والفراكي في كثير من الأشياء فالفاصولية لوحدها تسد 75% من حاجة الجسم من التترافوليت من هذه الحمد الفوليك بمعنى الذين يستهلكون بقوليات لا يحتاجون حمد الفوليك كمكمل شيء مهم جدا ثم يعني حمد الفوليك لا يعمل بدون فيطامين باء ستة وبدون المونغانيس وهذه البقوليات تحتوي على فيطامين باء ستة وعلى المونغانيس طبعا هذه الأناصر الثلاثة تعمل مع بعضها الفاصولية كذلك تحتوي على فيطامين باء واحد على الطايمين والباء واحد موجود يعني في النشوية وهو الفيطامين الذي يصهر على استخراج الطاقة من الأشياء التي نأكلها فهذا التركيب يعني عجيب جدا في هذه المجموعة البقوليات ثم هناك توازن يعني الفاصولية تمتاز بنسبة عالية من الماغنيزيوم ومن الكالسيوم في نفس الوقت نسبة عالية إلا أن هناك شيء يعني نحن ننتبه له في علم الأغذية نحن ننتبه لهذه الأناصر طبعا لنجيب أن تكون بمستويات يعني متوازينة الماغنيزيوم الفاصولية تحتوي على مستوى من الماغنيزيوم أعلى من الكالسيوم وهو شيء جيد يعني المتفاوت تقريبا بحوالي عشرين يعني هذه التركيبة يعني الكالسيوم والماغنيزيوم هو جيد للجهاز العصبي ولكن كذلك للكلية فلا تنسوا بأن الكالسيوم والماغنيزيوم له دور كذلك في الضغط يعني الذين لديهم ارتفاع الضغط لديهم مشكلة في نقص في القوتاسيوم وارتفاع في السوديوم وكذلك الكالسيوم والماغنيزيوم هذه أشياء تساهم كذلك في ضغط الدماء فالماغنزيوم والكالسيوم ويبقى الفاصولية فيها نسبة عالية من الفاصولية نسبة عالية فتقريبا هي التانية بعد الصوية الصوية هي الأولى أعلى تركيز من الفاصولية موجود في الصوية وتأتي الفاصولية بعد الصوية تصل إلى ألف ميلي جرام والذين لديهم قصور كلاوية ومشاكل في الكليا يجب أن يتجنبوا البقوليات من الأحسن والفاصليات بالعكس الذين لديهم ارتفاع الضغط والأمراض القلب والشرايين لدينا مشاكل على مستوى السكري كذلك على مستوى الجهاز الدموية فهؤلاء فتغذيتهم يجب أن يكون فيها بوتاسيوم مرتفع يجب أن يكون بوتاسيوم مرتفع هذا بوتاسيوم هو للجهاز العصبي وكذلك الجهاز الدموي والفاصليات تحتوي على كمية كبيرة من البيوتاسيوم والبقوليات لماذا هذه الألياف الغذائية لماذا النشاء في البقوليات لا يضر أصحاب السكري لأنه يعبر إلى القول وليس مثل النشاء الموجود في القمح ولأن هذه البقوليات فيها نسبة البروتين أكثر من النشويات هي تقريبا ضعف البروتينات الموجودة في النشويات ثم فيها بوتاسيوم مرتفع هذا هو الشيء الذي يجعل هذه البقوليات تنفع المصابين بالسكري النوع الثاني بالعكس وأنراج القلب الشرين وارتفاع الضغط وكذلك سنرى أن هناك بعض المشاكل بالنسبة للقصور الكالوية يجب أن يتجنبوا هذه الأنبوتاسيوم مرتفع وكذلك أشخاص لديهم قولون يعني تقرحات على مجتوى القول لأن هناك ليكتينات والفاصولية مع الأسف الشديد فيها مغديات وفيها لا مغديات الانتناتريانس فيها الحمد الفيتيك الموجود في النشويات فيها حمد الفيتيك كذلك وفيها ليكتينات فيها الفايتروخيماغلوتينين وهذه الفايتروخيماغلوتينين وليكتينات قوي جدا يحدث نزعاجات في الجهاز الهضم وكل الذين كانوا يتكلمون عن هذه الليكتينات بدأوا بالليما بينز هذه الفاصولية هناك أنواع الفاصولية الحمراء هناك أنواع فيها الليكتينات بتركيز عالي جدا تضر الناس وفي عصرنا الحاضر فالجهاز الهضمي أصبح لا يحضر الناس على الفاصولية الفاصولية تحتوي على الليكتين وعلى حمد الفيتيك وذلك يجب أن تنقع في الماء يجب أن تنقع في الماء ويرمى هذا الماء وأن تطبخ جيد وأن يكون معها زيت زيتون أشياء التي تكلمنا عنها بالنسبة للعدس أن يكون معها زيت زيتون وثوم وبعض الحبوب مثل حبوب الكذبرة مثل كمون مثل أشياء لماذا؟ لكي ننقص من حدة الليكتينات لكي لا تسبب انزعاجات في القولون غازات انتفاخ البطن والغاز فهذه الشرط يجب أن تنقع في الماء أن تلطب في الماء لمدة يوم ويومين لماذا؟ يعني 12 ساعة على الأقل ثم تطبخ تطبخ جيد ثم تطبخ بزيت زيتون من الأحسن استعمال زيت زيتون لماذا؟ لأن زيت زيتون في بوليفينولات وهذه البوليفينولات هي تكبح الليكتينات يعني لا تترك الليكتينات يعني تضرب الجهاز الجذار المعوي هذا شيء مهم جدا فالفاصولية تستهلك على شكل يعني مطبوخة في المراق مطبوخة في المراق هذا هو تقريبا الطريقة المعروفة في كل بلدان العالم إذا زرت بلدان آسيا وإذا زرت بلدان أوروبا وإذا فستجدون أن نفس الطرق فقط أن في بلدان آسيا ستجدون الفاصولية في طعم الإفطار هناك طريقة في بريطانيا كذلك يفترون بفاصولية مسلوقة في الماء مسلوقة في الماء فاصولية مسلوقة في الماء ولكن طبق جيد ونحن في بلداننا العربية هذه الفاصولية كذلك تطبخ بالمرق يعني هذه تهيأ بالمرق فقط أن يكون هذا المرق بزيت زيتون إيجباري يعني زيت الزيتون كما قلت يكبح هذه الليكتينات يشد هذه الليكتينات يعني يعطي العمل الليكتينات التي تزعج في القول يعني يكون معها ثوم يكون معها زيت الزيتون يعني هذا ضروري ثم الذين يريدون إضافة ثوم أو يعني حبوب كذبرة أو كمون جيد هذه توابل جيدة كذلك وهذا شيء مهم جدا لأن كل الناس يشتكون من الفصل فقط أن تنقع في الماء لمدة طويلة 12 ساعة وأن تطهى جيد طبخ جيد وهناك بعض الفصائل الدموية كذلك تنزع من الفاصلية لأننا تكلمنا عن الفصائل الدموية رجعوا للقناة كليكيو على كين يعني هذا يعني انقروا على فيديو ويعني تطلع لائحة الفيديوهات ممكن تطلعوا عليها لأن فيديوهات كثيرة حول الفصائل الدموية هذه الفاصلية هي كما قلت تستهلك بكثرة توجد في كل البلدان تنبت في كل البلدان فبلدان المغاربية حتى من بلدان الشام تنبت في الفاصلية في مصر فذلك يعني هذه الفاصلية تنبت جيد وهناك فاصلية خضراء طرية سنتكلم عنها مع الخضر نحن نتكلم عن الفاصلية اليابسة حبوب هذه اليابسة هذه الفاصلية سواء كانت يعني كبيرة الحجم أو صغيرة أو حمراء فهي نفس الشكل فقط هذه الفاصلية الحمراء فيها الكتينات هي مزعجة أكثر من الفاصلية يعني البيضاء كبيرة الحجم أو الصغيرة الحجم يعني نفس الشيء هذه أشياء طبعا هذه البقوليات هي قوية في التغذية قوية في التغذية فقط طرق الطمخ يعني كيف تهيئ هو المشكل ما هي ليس فيها مشكل ولا تحدد غازات ولا شيء مع الأسر الراحض أن الحمص لما يسلق بقوة يسلق يطهى جيد في الماء لا يسبب غازات مع الكمول فول كذلك على شكل حسان الفاصلية كذلك إذا طبخ جيد في الماء مع العدس كذلك يطبخ جيد يعني العدس يطبخ بالمرق العدس لا يسلق ويعني حتى أن هناك بلدان كذلك العدس يسلق أو يسلق في الماء ثم يطهى ولا يطهى مباشرة لأن فيه الاكتينات كذلك والفاصلية هي الأولى من حيث الليكتينات مع الأسف شريع يعني مجموعة البقوليات الفاصلية هي رقم واحد في ماثوس الفايتوهيمغليتينين فيها تركيز عالي بالنسبة للليكتينات وهي التي تسبب انزعاجات أكثر من البقوليات الأخرى فقط أن تكون طريقة الطبخ جيدة ثم لا يخاف من الناس وهي تستهلك يعني بكثرة وبقوة وممكن أن يستهلك هالناس حتى في الصباح فالبدال العربية لا نفتر بالفاصلية نفتر بالفول حساء الفول وهو غير معروف في أوروبا لكن أوروبا تفتر بالبينز يعني هذه الفاصلية كذلك البودال الأسيوية يعني هذه الفاصلية في طعام الإفطار في الصباح فالوقت الذي نستهلك فيه المادة كذلك مهم هل في طعام الإفطار الغذاء أو العشاء هذا شيء مهم سنتكلم عنه من بعد إن شاء الله لكن تبقى هذه الأدات الغذائية كما يعهدها الناس وكما عرفها الإنسان تبقى كلها صائبة ليس فيها أخطاء إلى حد الآن ليس هناك عادة غذائية فيها الخطاء فقط بعض الأشياء التي نحاول أن نصححها مثلما تلنطبخ البقوليات باللحم اللحم لا يكون مع البقوليات ثم نأكل البقوليات بالخبز يجب أن لا نأكل البقوليات بالخبز البريطانيين مثلا يفترون هذا بالبينز هذه بالفاصلية مسلوقة في المال صحن كبير بدون خبز بدون أي شيء يفترون به في الصباح وهذا الصحن كافي لكي يقضي الشخص نهاره كله بدون أكله هذه أن الفاصلية غنية وفيها الأملاك فيها البروتين فيها الألياف فيها كل شيء فهي تقريبا غذاء متكامل والذي جعل الناس يقبلون على الفاصلية أنها سهلة في الطبخ وأنها كذلك رخيصة رخيصة تمان فهي تقريبا تؤدي نفس الدور كاللحوم لكنها أرخص من اللحوم وهذا شيء يعني جيد يجب أن يعلم الناس هذه الأشياء لكي لا يبقوا يتشبتون باللحوم أن البروتين لا توجد في اللحوم فقط البروتين يوجد كذلك في المواد النباتية تحية طيب لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته